أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صلي على محمد وآله محمد لازلنا في تتبع قصص النساء في القرآن الكريم في سورة القصص الآية اثنين وعشرين عليكم السلام ورحمة الله عليكم السلام يقول الله سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم ولما توجه تلقاء مدينة قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدينة وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل في قصة نبي الله موسى سلام الله عليه على نبينا وآله وعليه السلام بعد ما خرج سلام الله عليه خائفا يترقب من مصر وذهب إلى مدين هذه مدينة مدينة كانت في الغابرين صير جنوب فلسطين يعني مو مداء صالح اللي هي في قريب تابوك بحيث يفصلها ميناء العقبة هذا نعر مو هذا وإنما هي الصير جنوب فلسطين متصلة بسعناء لأن موسى عليه السلام أيام موسى ما كان قناة السويس فكان الإنسان يقدر يطلع من أفريقيا كانت أفريقيا متصلة بآسيا كان البحر الأحمر موجود ولكن هذه اللي بين الفجر اللي عنه هي قناة السويس 150 سنة قبل سعملوها فقبل كانت متصلة أفريقيا بآسيا وإذا هو من مصر فيروح إلى يروح السيناء يروح على هذه يعبر الآن هاي قناة السويس كانت أرض يعبرها ويذهب إلى إلى فلسطين أو أول مدينة يلتقي بيها هي هاي مدين جنوب فلسطين هناك على فلسطين لأنه أكيد سيناء صحراء ما بيه مكان يقدم لقرة ومعيشة شاب مطلوب من السلطان قاتل أحد أعوان السلطان نصرة لأحد مواليه وقبيلته فوكزه فقتله يعني يريد دافع عن هذا فوكز القبطي فقتل وهذا من حاشية السلطان فخرج هائم على وجهه فلما ورد ماء مدينة هذه مدينة مدينة منطقة مدينة ماء فيها عين ماء أو بئر بئر ماء وجد عليه أمة من الناس يعني جمع لأنه مناطق صحراء وكذا ما بيتواجه إلا بئر ماء فوجد عليه أمة من الناس ظهر وهم جايد يشرب مي لأنه ممكن يسأل وين المي هنا يقولولهم لكن الزمان المسير القوافل يحكمها المي وينكوابار تتحرك على ضوءها الخريطة المسير يحكمها المي هو ممكن سأل وقال ولا بذيك المنطقة فراح لقى أمة من الناس وجد أمة من الناس تعبير أمة يعني لون واحد شريحة واحدة اللي هي بتموة بتشعيب أو بت بت هذا الرجل العجوز تعبر عنها الرعاء الرعاء أو باسس الأعراب والهذه الرعاء يعني ناس لون واحد اللي هم رعاة رعاة والأهل البادية وكذا لون واحد ثقافتهم واحدة اسلوبهم واحد كذا مصطلح الآخر في مجرد هذا أمة لون واحد مصطلح الآخر الرعاة والبرجوازية بل لا في المقابل الناس المتمدين المتمدنين المتحضرين المترقين أما الرعاء اللي هم الأوباش يعبر عنهم الغوغاء الأوباش هذول يسموهم اللي هم ثقافتهم ضحلة لاحظ وبالتالي ذولي ما عدهم رقي لأنهم ما عدهم مستوى من الرقي وال ما يعرفون أنه نساء يساعدوه يقدموهن عليهم هذا انتيجة التحضر أنك إذا مثلا لازم واقف سرة مثلا وتشوف امرأة تروح تقدمها على نفسك أو أنت تصعد مثلا باص سيارة و أنت قاعد وتجي امرأة ما في مالها مكان ظلواك فأنت تقوم تعطيها الكرسي ما لك هذا الدليل على نبل دليل على رقي دليل على وعي دليل على ثقافة أما تشوفهم ما يهمك أنت حصلت لك مكان هذولي عبروا عنهم رعاء اللي يفكر بس بنفسه يفكر بس باحتياجاته الخاصة يأكل ويشرب وينام ويأمن وضعه وما يهمه هذا طفل يبتشي هذا مرأة محتاجة هذا شيخ يحتاج وعي يساعده موش عليه يعني شو يخصن به أهم شي هو وأفرض عائلة أطفاله أمة وجد عليه أمة على الماء أمة أمة لون واحد من البشر اللي هم يفرض الرعاة وأصحاب الإبيل وهل ما نطقها وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين هذول كلهم لون واحد وفذني اختلفا بس هنا نساء كلهم ذول رجال يردون يصنع من دونهم امرأتين تذودان يعني يتجفجفا عنهم ما يحتكن بيهم يحاول أن يحافظا على حيثيتهم ما يحتكن بالرجال وهي تذودان يتكترا عن هذول الرعاء هاي دايلي على نبل دايلي على ترفع دايلي على مستوى تربي عدهن رقي معدبات مو يروح يزاح من الناس والكذا شايف هذا المستوى هذا موجود عد بعض النساء نشوفهم مثلا في المجموعة لازمين سارعوا على طبقة بيض هنا هم تروحوا ياهم يابا حفظه حيثيتك حفظه وضعي فهد ناس يتصعد قطار وهي ما يهمه تتشفت لا انت المرأة المفروض اللي عندها مستوى من الوعي تأنف أن تزاحم ذولي وتحافظ على حيثيتها تبتعد هم عليهم وظيفة أن يفتسعوا لها المجاو ويدخلونها أول واحدة ليش مختضى أنه شهامتهم وإخلاقياتهم فيعنف الشريف العزيز ذا التربية يعنف أن يزاحم هاي المجتمعات ويختلط بيهم ويزاحم نفسه وينزل نفسه لا يتكتر يبتعد حصر حصر فبطبيعة الحال من دونهم امرأتين تذودان يتكتر أن يبتعد عنهم قال ما خطبكما أنتم ليش ما تروح ليش واكفات متكتران قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء حتى هم يخلصون يطلعون نحن فهذا يحتاج وقت هذا هو يحتاج وقت فدائما هن يتأخرا حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير لأن احنا أبونا شيخ كبير ما يقدر يسقي الماء ما عدنا الظاهر ولد ما عدهم ولد أو خادم يخدمهم فيحنا نسقي لكن نتأخر بهذا نعنف ننزاحم الناس فهذه هي على تربيتهم بنات أصل مربايان فسقى لهما صلاة الله عليه موسى بطل وقوي وشجاع وفخيم وكل غيرة هو تعبان ومطارد من السلطة لكن عنده مروة ولذلك الأنبياء كلهم أهل سخاء الإنسان من أخلاق الله أن الله يحب السخي وأن الله لابد أن يوفق السخي السخي الذي هو يسع في الملهوف يقضي حاجة الناس الناس تطمع في خيره وتأمن وشره هذا هو السخي بعض الناس شوفه صلاته وتسبيحه وعبادته على أحسن مايكم بس ما مستعد يساعد له واحد لا يروح له يقضي له حاجة لا يساعده لا يروح وياب ماشيه يخلص له مشكلة لا ميزة ياب عندك احترام وجاه استعمل لهذا الجاه إن الله يحاسبك على هذا الجاه هذا رأس مالك جاهك رأس مالك فالله يحاسبك عليك انت خمسه والزكيه يعني تقضي حوائج الناس إنسان عنده ماء وجه الله يحاسبك عليه هذا الماء الوجه عليها هذا ضريبة شينو الضريبته انتروح تقضي حوائج الناس واحد عنده مشكلة تجي ياخذك يقوله كان اللي صلى الله عليه وآله كانت الجارية تأخذها الجارية يعني ابنية اللي 15-16 سنة تأخذت سحبة منيدة وتأخذها صلى الله عليه تقضي بها حوائجها تقضي به حوائجها يعني يسنون وشيني حوائجها ابنية تشتغي شغلة ما يعطوها تجيب رسول الله عليهم ايش اهل البيت ايش رسول الانبياء كلهم اهل سخاء هو بطبيحته سخي سلام الله عليهم تشعف نساء الضالات راح سقال ولذلك يقولون ايش عليه السلام عنده عرف عن نفسه الشريفة قال وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتْ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا قال لك مُبَارَكًا هم جعل فيه باركة معنوية يشفي المرضى يحيي الموتى وايضا مبارك سخي نفاع للخير فعول للخير ما يقصده واحد ما يروح يقضي حاجته هاي خلق الانبياء السخاء هو من شاف هذا ما يحتاج طلبا من عنده هو سقالهما فسقالهما راح دخال جاب السقايا وسقالهما من يقدر علي موسى ثم تولى الى الظيل لقاله شجرة وقعد جواها فقال ربي اني لما انزلت الي من خير فقير هناك دع الله الهي انا لما انزلت الي من خير فقير يقولون موسى عليه السلام يا من شاف ذني الابنيات وسقالهن وقالهن احنا عدنا ابونا شيخ كبير اذكر العائلة ودفء العائلة وابنيات ويسوون اكل ابوهم وهو مطرود خايف شاب وحده وقاعد بالله في الرواية عن موسى عليه السلام يقولون لمن قال اني لما انزلت الي من خير فقير اراد لقمة يشدت بها احشاء يا كان حافي جاي وتعبان ومثقل بهذا التعب واذا به يقول اني لما انزلت الي من خير فقير هاي الكلمة هاي تشمل كل شي السكن والزوجة والبيت والطعام والشراب راحة البال هو كلهم ما عنده كان خايف من السلطان وعلي يلقى قبض وتعبان ورجلية مرمى وفي الروايات حافي جاي ماشي مسافة اشقيت انه وي يسابق خل فرعون حتى يفلت منه وشميس وحر وبرد وحر وتعب وجوع وخوف كل هذا الني جمح بها الكلمة اني لما انزلت الي من خير فقير هو بعد ما موح اليه ولكن ذوق سليم فطرة سليمة جمح ان كلهن بما يعني انه عنده اثار دين الحنفية الابراهيمية موجودة ادوم لاعظ هو من سلالة ابراهيم فعنده بعمق عقله بكبره بهذا ان يجمع على دعوة فذني شملهن كلهن جلس عند الظل وقال ربي اني لما انزلت الي من خير فقير فجاءته احداهما انه راحا الابوهن فجاءته احداهما لما راحا رجعا جابني الميه الى ابوهن شاف هذا جني من وقت وفرض انه يجينا اخر العصور اليوم يجينا من وقت جايبات مين فاستغرب شن القصة قال ان شاب قوي كذا راح جاب النا سقاننا ساعدنا لاحظ المسألة اليوم استثنائية القضية يجينا بسرعة واحد عنده مروه عنده غيره ساعد المحتاج ساعد الفقير يا هذي قد جميل واحد يشوف له واحد محتاج مساعده يساعده يشوف له شيخ كبير واقف على الشارع يقوم يمديده ويشيله ويوديه ها يشوف له واحد مثلا ما يقدر يطوف يقوم يشيله ويساعده ويخلي يطوف على الكام يساعده يقل حواجه الله عندك مطيق قوة ذاك ما عنده تساعده فقال اذا جيبوه رحوا بعثا احداهما في الرواية الصغيرة بعثا احداهما تروح تجيب موسى فجاءته احداهما تمشي على استحياء جاية ومدنقة راسها بالارض مستحية من عنده مما يعني ان موسى عليه السلام صح فقير ومطرود ومتبهذل وبالضيم حاله بس الى هيبة وحيثيت انه رجال محترم يخشى منه ويحترم جانبه فتمشي على استحياء شو هاي البنية جد خلوقه جد محترمه بتعصب اذا الحياة شعبة من الايمان فعلا يعني البنية صعدها حياة جميل ما ينافي انه يكون عندها حياة ما ينافي وضحها واجتماعياتها ووجودها بالمجتمع حتى لو تتاخذ لها منصب يبقى عندها شعبة حياة تحكمها هذا شيء جميل فجاءته احداهما القرآن يوصفها عجيب وصف تمشي على استحياء ادى حياة من حياةها رأسا جاوبتها تكلمت بها قالت ان ابي بدت بابوها حتى لا يتهمها راحت ورجعت شعدها رأسا قلت لها ابوي يريدك فقالت لها انا اريدك عدي شغلة وياك تعال ندعوك رأسا دفعوا دخلين حتى لا تصور شيء والحياة قاتلها شو يذبتها برأس ابوها قالت ان ابي يدعوك لا انا ادعوك هي مرتبة الامور هي راحة شيء ويابوها بس من راحت له حتى تتخلص من حيائها وهو لا ياخذ في باله ان هذه مو مؤدبة او شيء رأسا قالت له ان ابي يدعوك ولي اش يدعوك لي اجزيك اجرم ها سقيت لنا لا تسوء الضم بنا لاحظ هذا كله واضح لانه هي بتأصل مرباية اجرم ولذلك تشوف النبي صلى الله عليه وعليه يقول اياكم وخضراء الدمن قال لك الى يا رسول الله ما خضراء الدمن قال المرأة الحسناء في منبت السوء مثل وردة رابعة على مزبلة على عفونة منظرها حلو شكلها حلو بس من تحكي بذيئة اللسان بذيئة اللسان ما عدها خلاف لاحظ شين قيمة هذه جمالها كلها يروح بهاءها كلها يروح حياءها مرأة ما عدها حياءة الحياء خصلة جمال في المرأة يروح جمالها اذا ما عدها حياءة لاحظ هذه عندها حياءة ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا راح وياها فلما جاءه وقص عليه القصاص حتشال شنو صار وياه ويفرعون قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت احداهما هنا بعد هي اختارات احداهما يا ابتي استأجره ان خير من استأجرت القوي الامين قلون فراسة المرأة في معرفة الرجال شيء عجيب هذه الشلون تبين الها ان موسى عليه السلام قوي لانه هو واحدة راح سقاء وجاب الهن اخترق 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 الرعاء وجاب السقاء ثانيا امين 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 يا بشلون ولذلك يقولون ابوها شعيب رأي انه شعيب هل هو شعيب النبي او شعيب اخر الله اعلم بس هذا الواضح انه رجل صالح لانه ايضا ما قبل ان يظلم ويحب مكارم الاخلاق فعرض علي ان يزوج بناته احد ابنتيه في الروايات انه شعيب اي شعيب هل هو شعيب النبي او شعيب اخر حسب الظاهر مواضحة في الروايات ولكن المهم هو رجل صالح مربي بناتك واشتر بيه قالت احداهما يا ابتي استأجره انه خيرا اهنا خلينا نكمل فات شغله انه ابي يدعوك ليجزيك ادرى ما شغيت لنا هو ما سواها في مقابل اجره رح سقاهم بنات ضعيفات مستورات ما يردى نزاح من الناس على الماء فسقاهم لله يعني انه مروه انت وظيفتك تعين على مروته يعني واحد اذا سوا لك جميل شغيت جميل انك ترد له الجميل ما يمنع تعطي فت هدية مثل يجا واحد تشال لك فالدغراض ثقيلة ساعدك انت سيارتك عاطلة بالطريق يجا واحد وقف بالطريق ووقف وقام جاب العدة وصلح لك السيارة ساعدك شغيت جميل انت هم فتعدك فالشيش تعطر بالسيارة قم تطهل هو ما متوقع منك شيء لكن انت تعين على مروته تقول له هذا العمل المجاني اللي سويته ترهم الى اجر بالدنيا مو بس بالاخر لا توكله لإيمانه وتعين الشيطان عادي الشيطان يقول له شفيت ضيعت وقتك صرف الجهيد وراح ادك موعد شان كذا وتخليه بعد شي سوي اذا شاف له موعد ذلك ما يوقف بل انت تعين على مروته ولو ما متقاول وياك بشي لا تعينه وتعطيه فاتهديه جميل شال لك حاجه سوا لك قضيه كذا بالمروة انتهم بالمروة وكرمة كرمة على المروة مو تستغل الموقف وتقول يلا هذا فريه مدام بلاش مجانه ما اراد من عندي شي انا ليش اطيه يعني انت خليته على مروته مو مرة ثاني بعد ما يسويها مثلا وانما اعنه على مروته حتى عندنا بالدين اذا واحد استقرض من واحد اترجع للدين يستحب مستحب مواجه مستحب ان ترجع فوق دينا شيئا هو ما طالب منك شيئا انت استقرضت منه الف اطاك الالف ومترجع يقول لك مستحب تطيه زيادة ليش الشجعة حتى هم بعد يساق مو مشرط حتى تقول ربع انما الربع من الشرط لا اعنه على مروة هرفت شلون فمستحب ليه هذا يسمونه اعانه على المروة طيب هذا هم نفس الشيء اذا هذا الرجل حكيم هذا شعيب حكيم واعي ولا يبعد هو شعيب النبي بقرينة مدين ومدين هم ايضا شعيب وبعث الى مدين لا يبعد ذلك بس عندنا مشكلة هنا راح تصير شنين شن المشكلة المشكلة انه مدين وشعيب عرب شعيب النبي صاحب مدين اللي يقلهم لا تبخسوا الناس لا تبخسوا الميزان ماكو كان عربيا طيب سؤال موسى عليه السلام اسرائيلي عبري لاحظ واذا يدي عرف يعرف قبطي باحتبارا متربي في مصر فهم عبري وهم قبطي اذا هذا عربي من هو شعيب فهذا لنفرض نبي والنبي ما عنده مشكلة يعرف لكم لغة لكن بناته بشوين حتشوا اياهن ما خطبوا كنه قالت لا نسقيات اذا اكو لغة مشتركة بانتهم يا ترى شن هاي اللغة اما ان نقول اكو لغة سواحلية بذاك الزمان يدوروها الناس اللي هم على بحر الابيض متوسط كلهم يعرفونها ها هذول الكنعان فلسطين كنعان مصر كنانة هذول اكو فات قواسه مشتركة اكو لغتهم اكو ثقافة معينة ارفوها او هذا مو عربي لغته هذول مدين مو عرب وانه مو شعيب العربي اللي هو احد انبياء العرب لا عندهم لغة يشتركون وي اهل مصر بها يعرفوها اعتبار مصر بلد عريق والناس دائما تروحوا تجيوياه فتجارة ولقاءات وروحات وفعلا دولة شبيرة عظيمة ايام يوسف عليه السلام البلاد كلها صابت بها مجاعة هذه مصر حافظت وقامت بها موارد تجارة وعلم ومعرفة وكل شيء فالناس تعرف لغتها لان هي اللغة اللي الدولة القوية هي اللي تفرض ثقافتها على المحيط ربما من هالباب لانه شنو القاسم مشترك بين اللغتين خطعا موسى ما يتكلم عربي واذا هذا مدين شعيب شعيب النبي هذا عربي شعيب من وين شنو اللغة اللي القاسم تعلمها وياهم تكلم وياهم واضح كانوا يعرفون لغتهم لغة بعض عندهم لغة مشتركة فهيجيون اللغة المشتركة حتما لغة مصر هي المشتركة هي اللي تفرض لان دولة كبيرة ومؤثرة في محيطها فذول يعرفون لغتها رايحين جايين فيعرفون لغتها هي هاي مثل فرنسا الان بافريقي دول افريقية تحشي فرنسي ليش لانه فرنسا محتلتهم كانت فالعان هاي الكومونويلو الثفاعي كلها دول تحشيها فرنسي فارضة ثقافتها ولغتها عليهم لانه عندهم تعامل تجاري وسياسي اقتصادي هذا اذا حتما في اللغة مصر اللي هي تكلموا بها شنو كان يتكلموا في مصر هي اللي فارضة ثقافتهم عليهم قالت استأجر ان خير من استأجرتها القوي الامين قوي عرفنا سقى لهم وحده ما يحتاج واحد يساعده امين شلون يقولون ابوها سألها كيف عرفتي امانته شلون عرفتي امين احت عاملت فيه شوانا عرفت امين يقول في الرواية انه لما قالت اجت الى وقالت ان ابي يدعوك ليجزيك خير ما سقيت لنا اجرى ما سقيت لنا فراحت قدامه هي تمشي هو وراها سلام الله عليه ما حبي شوف تفاصيل جسمها مثلا الريح تضرب عليها ويشوف تفاصيلها قال تنحي عني صيري خلفي فانا فانا بنو عمران لا ننظر للنساء احنا ما نباوع المحارم نساء محرم علينا اجنبيات فانا بنو عمران لا ننظر للنساء يعني نظرة مو محللة وهي قدامه تمشي تنحي عني او صيري خلفي فانا بنو عمران لا ننظر للنساء فتأخرت علي وصار هو يمشي قدامه وهي الدليل مثلا يخذ يمني يخذ يسرا عرفه التأمين ما يخون العين شو هاذا جد مهمة انسان مثلا يدخل بيت ناس خطار انت تجي ضيفه يكون انت تغذ بصرك ما تروح تخلي عيونك فالتة تباوع على الصور افرض عنهم تخلي صورة بيتة عائلتة العان مثلا احنا ندعى مثلا بيوت الناس تشوف مثلا حاطة صورة بنات متخرجات مثلا يخلون صورهم العوائل انت كنت تغذ نظرك ما تباوع على عائل عائلته واسراره وكذا فضلا عن ام العائلة والبنات والهاذي حتى الغرف انت كان تغذ بصرك يجيبك الضيف ابو البيت او صاحب البيت يجيبك يقعدك مثلا في هاي الغرفة خلاص تقصر نظرك على المكانة هاي مين ظلو تروح تباوع هاي الغرفة هاي بابها مفتوح انت تلقي نظرة من بعيد ما يسير لاحظ تكون تعث بصرك تغذ بصرك وتحفظ امانت هذا الذي السماء انه دخلك بيتين تحفظ هاي الخصوصية انك انت تكون عافي في البصر اما بعض الناش يقوم يدقق بالحيطان وبالصور والغرف وكذا وبعدين مثلا يشوف الامرأة مو حجبها ايش كبرها لا مو صحيح انت عليك ان تغذ تعث وتكون امين لاحظ فقالت قوي امين سألها شلون عرفتي امين قالت لما قبل يمشي وراي حتى لا مثلا يشوف تفاصيلها قبلها بالتالي مو حجاب مضبوط مية بالمية لباسه مو ام مثلها اللباس مرأة تلبس عباية وكذا ها فموسى ما قبل قال لك خاف ليش ليبين من هشي خليها وراي تنحي عني فانا بنو عمران لا ننظروا لنساء فصارت وراه قالت له هذا امين هذا قوي الامين فلما قالت كذلك هو رأسا ابوها قال اني اريد ان انكحك احد ابنتي ايدا زوجك احد ابنتي عرف هاي الكلمة منها ان هي راغبة بي هي فد اشارة للاب راغبة بي لكن شون اشارة خفيفة لطيفة هذا هم قوي وهم امين يعني تقدر تأمن عرضك عنده تقدر تأمن بناتك عنده مع انه موسى شاب مطرود ابن السلطان جوعان خايف فقير متبهذي هدوم مشققه بالضيم يا حالك مع ذلك هي نظرة للجوهر ما نظرة للمظهر ما نظرة لانه فقير ما عدا شي نظرة لرجولته شعامته غيرته لمروة لعنده هذيش قد ابنية عندها فراسة هذكاء تفتهم عرفت وين تأمن نفسها عندها لان عنده مروة ما راح يظلمهم والله بعض هين شايف بعض النساء بعض البنات بعض الابا حتى ما ينظر لهاي المعاني العميقة لا ينظر شقال عنده فلوس هذا الولد جاي يخطب بنتيج شقال عنده مبلغ شنو عنده مثلا برستيج وشهادة وعنده كذا ينظر مثلا شكله حلو لاحظ والله هذا جميل حتى البنات والله هذا جميل فاختارتها لجماله طيب جميل وما عنده مروه يخدر هذا يروح اذن اللي يبحث عن رجل وزوج وشاب مناسب لبنته اخته ريدي زوجه عنده خليه يشوف هذني يدور على الجوهر وليس يدور على المظهر فقال هذا يموس سلام الله عليه كان بهاي الوضع فقير جوعان تعبان مطرور بعده هي رغبة به لجوهره لمعدنه لانها علمت انه لن يخدر بها ما راح يظلمها هذا فهذا النظرة جدا ثاقبة وجدا صحيحة قريت خبر قبل فترة وفد وحده ما اعرف بأي وين بأي دولة جنبية حاطة صورتها قائلة انه هي جميلة يعني قائلة انا مستعدة اتزوج اي واحد يكون دخله نص مليون دولار بالسنة وعرض صورتها شابة جميلة فريد واحد صيني مليونير او كوري كاتب لها رسالة قائل لها قريت اعلاني اتمال انه انتي مستعدة تكوني زوجة لكل من عنده الانسان تكون ثري بحيث عنده اقل شي دخله بالسنة نص مليون دولار وانا هاي المواصفات موجودة عندي انا دخلي اكثر منها ولكن انا كتاجر اعتبر هاي صفقة خاصة روياتك لانه انت بضعت جمالك فانا لما اتفعلك هتش مبلغ واعطيت هتش فلوس واصرف عليك على مجمالك انت بعد كم سنة راح يروح هذا الجمال وفلوسي اللي انا اصرف وثين اما راح تروح فانا اكون صفقة خاسرة كصفقة انت عرضه وهذا العرض مالتج يعني ما ينفع ليش صفقة خاسرة لان انت بضعتك الجمال والجمال بعد كم سنة يروح بينما فلوسي ما راح تروح انت مستفيدة من عدهي فانت الاصرين ذكية علينا احنا ناش صحيح مليونير نعرف كون جمعنا قيمة هاي المثل ما عندك شذا لاحظ انت تريد الجمال هذا الجمال راح يروح يجي يوم يروح تكبر هاي المرأة وتنتهي هذا الرجل ايضا كان وسيما انتخذت له وسامته راح يروح جماله ويبقى سوء خلقه معك يراويها الويل غريبة يعني مرة فد واحد دعوني احنا عدنا هنا في ميشيقين دعوني على عقد زواج انا عقد لهم سألت لعله قبل عشر سنوات فكان الرقم عجيب عندي يابش قد المؤخر قالولي خمسين الف دولار استغربت ليش خمسين الف سألت بالبنية ليش اجدعوه لقيت مااخذ خمسين من الولد قال مو ما عارفه سيد قلت لذا ما تعرفه الخمسين الف تخليك تعرفه لذا انت ما تثق بي الخمسين الف شا سوي بهاي اذا مو خوش عادمي هو يتربطه الخمسين الف قال على كل يدي اتفاقنا خير ان شاء الله اتفاق انا عقدتهم والله بعد له شهرين له ثلاثة ايجتي هاي تبكي هو وياها ابوها سيد خطلقني خلصنا وتعال بطلع الروح هو هم ذاك عفريتهم من الجين قالت تنازلين عن المؤخر وهاي ودفعه و واخذ منها كل اللي يعطاها وبالقوة بطلع الروح طب خلصناها طيب هاي وين الخمسين تلزمه بخمسين الف انت لو كان مدور على الدين مدور على الاخلاق ما يظلمها اكو ناس هنا في قانون عندنا في اولاد المتحدة مثلا اذا الزوج طلق فهذه الزوجة لها تاخذ نص الاملاك نص البيت كذا اكو ناس يجون هنا يطلقون بس عندهم امروة يقول هي صح لها نص البيت لا انا اضطيها كل البيت ما خليها تتبه ذا السيد يطيها كل البيت هو الى نص بيت يقول لا انا بالتالي انا حتى لو ما عند اطفان يقول له كانت زوجة لي انا ما يهني علي العشرة هذا الاصيل هذا المعدة قالت اذا هي ما نظرت للمظهر نظرت للجوهر استأجره ان خيره من استأجرتها القوية الامين هاي اشارة ابوها قرر الرسالة ان هذه معجبة بي فقال لا اريد زوجك احدا يقولون ابن ابي عقيل صاحب الالفية ابن ابي عقيل ايه فيجيب شعر ينظم القواعد العربية النحو بصغة شعر حتى يسهل حفظه فوقف عدة بيت شعر يريد يجيب ضمير الضمير يدي يجيبه فاعل ومفعول ومجرور فظل هاي يروح بالبيت ويجي يروح بالبيت ويجي يريد يجيب بيت شعر بيت الضمير يصير فاعل ومفعول ومجرور ما اجه ما اجه فبت عدة ابنية مستحقة زواج وتفيد تزوج وهذا ما مفتهم ومستحي الضارها امها متوفي ايه يا عش الله تلعون ما موجودة لهم فقالت لابويا اش بيك تفتر بالبيت قالها عندي بيت شعر اريد اجيبه وانقفض عندي قلت له شني قالها اريد اجيب الضمير يكون فاعل ومفعول ومجرور قالت له انا اجيب لك قالها شنو قالت لك اعرف بنا فاننا نلنا المنح اعرف بنا هنا الباق عرف جر واننا اجه شنو مجرور نلنا فاعل المنح محل منصوب قالها اعرف ها ادهنية كاعرف بنا فاننا نلنا المنح كاعرف بنا هنا انا ضمير مجرورة كاعرف بنا فاننا اسم انا اجي منصوب نلنا اجي فاعل هنا هاهم ضميرنا مجرور وهم اجي منصوب اسم انا وهم اجي فاعل نلنا كاعرف بنا هنا مجرور بالباق الضمير كاعرف بنا فاننا هنا انا منصوب احتبار اسم انا نلنا كاعرف بنا فاننا نلنا نلنا جفاعد فيقول هو هنا فكر قال هاي جابتها هيتشي على رسل هالقضية لوعدها غرض كاعرف بنا فاننا يعني استحقين ان المنح يعني حرك عقلك روح شوف ان ابن حلال فزوجها هاي كان يدرسوناها بالحوزم ايام نقرى المقدمات اذا شوف هاي انتهم لازم تفكر هاي بها يشارة أنت صيد اليهم مبتالي بنيها تربيوا على حياءه واخلاق وكبرت خلاص بعد لا تعرقلها لا تعطلها اذا جاء اكم من ترضى الندينة فزوجوه يعني مو تروح بشي تقلك تكتب لك رسالة لا تبين من تصرفاتهم يعني خلاص بعد اذا تجيها قسمها لا تعطلها انت يكون اصدروا ليبيب بعض الأباء لا والله بليد او بحثت الامهات بعضين ما تقول هيا شبهها متغيرها اخلاقها تصرفاتها ممكن هيا بالتالي تريد تتزوج وتستقر وتصير صاحبة اسره وتعيش حياته لا توقف عثرة هي ابتلت انت طلعت ابوها اللي امها لاعظ فابحث لها عن من يسترها هو لقى في القضية صادها من قالت استجر القوي الامين قال اني اريد ان انكحك احد ابنتين حلو الحياة الجميل ابنية تبقى عدها حياة وعلاقتها ويابوها حياها تخجل وتستحي وما تحشي كل شي وتحشي لامها مثلا هي امها اقرب لها بس اذا ما عدها ام الابو هو لا ام وهو لا اشي تسوي لعب عم يمقفت شي يقولون لا ليلة زفاف الصديقة الزهراء صلى الله عليه وعلى الله ليلة زفافة يطلعونها من بيت ابوها الى بيت اميروني اميروني استأجر بيت اطراف المدينة اول ما اتزوج اطراف المدينة بعدين رسول الله كان يروح من المسجد من بيته يروح يزورها كل يوم وكان مثلا يشق علي هذا الشي فقالها انه يشق علي اني انت بعيد عني قالت له قالت شوف انه قريب يمك فكان اكو صحابي عنده بيوت حول النبي كان هو يتبرع بهاي البيوت لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال اني اخجل من اطلب من عنده فلما انسمع اجي للنبي وقال له هاي كل بيوتي اليك يا رسول الله فاخذ غرفة بصف سوالها بيت بصفها رسول الله سوى بيت للزهراء بصفها محل شاهد اخذ لها بيت عن يومين اطراف المدينة فليلة الزفاف استدعاها رسول الله صلى الله عليه وآله يودحها تقول الرواية فلما اجاءت اليها عثرت بقدمها عثرت فاطمة جاية يتسلم على ابوها وتروح ياخذها من يومين من شدة حياءها لرسول الله وابوها وعيشها وياها شون تقول تخربطة يطلع ثم يتخذها عثرت صلى الله عليه وعيشها كادت ان تقع لشدة حياءها فدعا لها رسول الله واستغفر لها لحظت قد جميل هذا الحياء ان الابنية تبقى عندها حياء من ابوها تستحي مو انه توقف ابوها كأنه عفريت ومن الجين مو صحيح انه يبقى هذا الاخلاق وهذه الحياء شعبة من شعب الايمان فهذه اشرت الى ابوها اشارة اعرفها الاشارة ان هذه معجبة بيه قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتين هاتين ان تختار وهذا من عقل هذا الشعب انه مو عيب انت تخطب البنتك مثل ما تخطب ابنتك هو اختار انا اريد انكحك احدى ابنتين هاتين على ان تأجرني ثمانية حجاج يعني تبقى ثمانية حجاج يعني الحجة سنة انت تبقى عندي ثمان سنين فان اتممت عشرا فمن عندك واذا كملتها عشر سنين هذا لطف منك بس انه ثمانية يعني مهرها ان تشتغل عندي اجير ترعى الغنى ثمان سنين فان اتممت عشرا فمن عندك وما اريد ان اشق عليك وانت كاربوة ثمانية سنين بعدش تريد ها اذا كملت انسانتين انت عشرا بعد لطف منك وما اريد ان اشق عليك شو مهر هذا مهر ان يجر نفسه يبقى عدبوها عشر سنوات اذا لازم اكو شي تدفع هي القضية مو انه بيع شروع قضية تكريم انه انت تعطي مهر تبذل شيء في مقابل تستحلل هذه وتكون حليلة اليك وزوجة لازم تعطي فرد شيء في المقابل مرة كنت اعقد في ولاية من الولايات فدعائلة ايرانية اقتعقد لهم فقلت شن المهر لان هي البنية شتقلي ماكو مهر لليش ماكو مهر قلت ليش يعني هو يطيني مهر انا اطي مهر فانا رأسا خجلتها قلت والله زين انت واي رخيصة هم هم هذي وهم تطيني فلوس فوقها خوش واحد ياخذ له خمسة ستة من عدكم فخجلت ما لا معنى هو شنو بيع الشراع بس هو تكريم الي للمرأة قلت ليش هو يطيني انا اطي مهر انا اطي مهر ها زين يعني انت فوقها بتطين نشوف انها خمسة ستة مثلك لاحظ لا بالعكس هو تكريم اليها ان تعطيها مهر تكريم لها قال على ان تاجرني ثمانية حجاج بالتالي هو شاب بضعت شنو موسى القوة موسى بضعت شنو القوة فقال له هاي القوة انا احتاجها منك ثمان سنوات انا رجل كبير ما فيني ارعل هذا وما اشق عليك اذا هذا قد غبي اللي يشق علي نسيبه يورطب مهر كبير يخليه روح يدين وبعدين تطلع براس بيته لاحظ يروح ياخذ شغلاتهم انا اعرف دولة من الدول هواي بيها مساجين سبب سجونها مهور نساهم يخلون على الولد مهر مؤخر هواي بعدين يختلفون يطلقون ما عنده هو القد يدفع تقوم الذب السجن باعتبارها دين وهذا المسكين بالسجن لانه شنو طلق ومطلوب انه يدفع الغايب والغايب ما عنده هو اللي انه ببقته خلاه عليه راح سجن مديون هذي معساة انت ليش تثقلك اهلا بدين وانت ليش توافق بمهرين ما عندك قدرته هذا المهر دين دين بعض الناس يستسهل به الحاضر قليل والغايب مثلا هواي والله هو من يدفع غايب عمي هذا دين كنت دفعه خصوصاها هيقولك عند القدرة والاستطاعة او المطالبة هذا الني عند القدرة والاستطاعة يعني شنو يعني اذا اجاب ايدك مقدار يكفي المهر مالتها كنت دفعه له لاحظ؟ بعضهم ما يدفعه ويموت وما يدافعه هو عنده كان فاته كنت تستوهبه هاي ديون كنت تقضى من اصل التاريكة او يروح للحج هو عليه دين زوجته مهر زوجته دين في رقبتك انت ما يشتري تروح للحج وعليك ديون حجة الاسلام ما تقبل وعليك ديون فلازم شي تسوي تستوهبه يا عمي انا اذا اروح للحجد تقبلين اروح لو لازم اتفعل هذا ما قالت لك ايد مهر يخوك تعطيها مهر بحالة تستحق المؤخر تستحق نصف المهر قبل الدخول وتستحق كل المهر بعد الدخول فهذا دين صار علي فهذا واحد شان يقول انا زوجتي مترضى علي سامحني بالمهر وبس ترجع تقضى تقول ترى امام سامحه انا امام سامحه اريده اريده فاذن بالتالي هذا دين عليك ان توفيه اذا هو بضعت شنو لملك هالقوة قال له هاي قوتك تخلي ليها ثمان سنين فان ارتمام عشران فمن عندك وما اريد انا اشق عليك ستجدني ان شاء الله من الصالحين انا راح اخاف الله بك قال ذلك بيني وبينك ايما الاجلين قضيت انا بكيف يا قضي لك ثمانية او عشرة هاي بيني وبينك فلا عدوان علي يعني انا مو ملزم اقضي عشرة بس هاي بكيفي خليها بيدي بوقتها نشوف فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل تفقه يقول الصادق عليه السلام فقضى موسى اتم الاجلين عشر هذول الانبياء هاي عدهم امروه طبعا هنا هو بعده ما مبعوث بس جيته الاحسان والكرام والسخاء قضى عشران اتم الاجلين هذي قصة بنات شعيب او زوجة موسى هذي هنا الخطورة راح اختم لان حسين واقف لي كان الشرطي فوقراش حسين لي يصور طبعا هذي بتنبي او رجل صالح وعدها حياء وعدها اخلاق في الرواية اسمها صفورية السيدة نعمة الله الجزائري يذكر في احد كتبه اسمها صفورية وعدنا رواية اسمها صفورية يعني اذا بتنبي او رجل صالح وزوجة موسى ابن عمران وفي الروايات انجبت انجبت له بنات موسى ما صار عند اولاد ذكر عند بس بنات هذي صفوري يشوف الحياة والعفة والاخلاق والثقافة والوعي وانها تبتعد عن الرعاة ما تخطل لكن بس مات موسى ابن عمران سام الله عليه قامت ودعت وحاربت وصي موسى شعيف يوشع ابن نون موسى لمن مات هو القائد لبني اسرائيل ستمائة الف اسرائيلي في صحراء سيناء يريد ياخذهم يوديهم الى الارض المقدسة فلسطين عبده والعجل فغضب الله عليهم قال انها محرمة عليهم اربعين سنة فظلوا بالتيه يمشون بالصحراء ثاني يوم الصبح يرجعون يقول نفسهم نفس المكان اللي قعدوا اربعين سنة موسى سلام الله عليه ما شاف القدس مات بالتيه مات سنة سبعة وثلاثين من التايه هارون مات قبله فهو مات ورا فمات سبعة وثلاثين سنة في التايه بالتالي قياده وملك وجيش ورعاسه اوصى ليوشع ابن نون اللي هو منه فتاه فتاه موسى ويل عبدالصالح اذا قال اللي فتاه فتاه يعني الفدائي مالته الفتاه عدنا فتاه وعدنا خادم الفتاه هو الفدائي هو اللي يخدم باختياره مو عبد ماجبور على الخدمة الفتوة لله يعني نظر نفسه لله فدائي لله من رجال الله هو فتوته ما تنسب لأحد تنسب المن لله هذا يوشع كان ذايب بموسى مؤمن بموسى كان اطوع له من بنانه وهو ابن عمه وكان بطل مغوار شجاع عالم سبحان الله ابن عم بعد وما اخذ بيت موسى يعني صهر موسى الستة وصلت وصلت وهذا صار وصي موسى عليه السلام تدرون ان الشياء هارون وزير موسى مات قبل موسى فموسى بالتالي عنده وراثة الله ولاية الله وعنده السكينة والتابوت والسلاح والكتاب والتوراة الدنيا كلها عنده صلى الله عليه في خيمة الغفران وغيرها هذا وين يروح الارث وذحول الانبياء وين تروح ورثها لجوشع ابنه نون اللي هو وصي موسى ابن عمه وصهرة وكان معروف بالفروسية والشجاعة والغريب اخواني قوامه يشبه قوام امير الممين سامناله نفس شكل امير الممينين شكله في الروايات هما كان يبين عضده من ساعده كان عنزعان الرأس نفس شيء حلية امير الممين وكان شجاع واطوع لموسى من ظله فلما نمات واوصى اليه موسى وقاد هو المسيرة حاربت صفورية زوجة موسى هذه حاربت على الملك وعلى الامر والنهي والختم فقادت معركة عليه فحاربها وانتصر عليها يوش ابن نون الغريب اسمها صفورية او صفوراء على وزن صفوراء على وزن ياهو لا لا ايه بس الاسم صفوراء على وزن منه صفوراء على وزن منه صفوراء على وزن ومن الاعجب من ذلك ان امامنا ابو محمد الحسن المجتبى سلام الله عليه يوم واحد وعشرين رمضان لما نعى امير المؤمنين للناس قال توفي ابي اليوم في اليوم الذي مات فيه يوش ابن نون وصيبه يعني مات في يوم واحد وعشرين رمضان نفس يوم امير المؤمنين اللي توفي في امير المؤمنين كان يوم سبافات يوش ابن نون ابن نون فسبحان الله اللي هذه كلها تتشابه الاحداث بين رسول الله وامير المؤمنين وموسى ويوش ابن نون ما يمنع هي خلوقة وعدها علم وعدها من بيت ومطرباية ولكن شهوة الملك ويا حبذ الامارة ولوع الحجارة فصفوراء زوجة موسى وقفت في وجه وصي موسى وقاتلتها فانتصر عليها يوش ابن نون السلام الله عليكم له اسوى بالصالحين عندما هجمت ديت المر علينا بالبصر وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الله صلى الله على محمد وعالي محمد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة